مرحبا بك عزيزة الطالبة في استكمال حل بطاقات التعلم للفرع العلمي واليوم إن شاء الله سوف نبدأ ببطاقات الوحدة العاشرة وبطاقة رقم واحد Reading and Comprehension التي تتعلق في الوحدة العاشرة الدرس الأول هنا لدينا بعض الكلمات يجب علينا حفظها Financial Financial means connected with money and business هو ما يتعلق بالمال والأعمال For example, I have some financial problems this year ليضير بعض المشاكل المالية هذه السنة So I'm not be able to buy a new mobile لذلك أنا غير قادر على شراء موبايل جديد Approximately Approximately means more or less not exactly يعني يزيد أو يقل ولكنه ليس بالضبط فمعناها تقريبا وهي تحمل معنى nearly, about, roughly Approximately, for example, I expect that approximately ten students will get four marks إنني أتوقع تقريبا عشرة من الطلبة سوف يحصلون على علامات كاملة Monarchy 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 means country that has a king or a queen الدولة التي لديها ملك أو ملكة For example, Jordan and Morocco have monarchy system They are not republics إن الأردن والمغرب هي دول ملكية أو لديها نظام أو سياسة ملكية فهي ليست بجمهورية إذن Monarchy means ملكي هنا أيضا لدينا Official 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 means or it's used by government in formal situations إنها تستخدم من قبل الحكومة في المواقف الرسمية For example, if you want to travel, you should prepare your official papers إن أردت الصفر يجب تجهيز الأوراق الرسمية So, official تعني رسمي Parliament 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 means place of the government هو مكان للحكومة لتناقش فيه المسائل السياسية والأوضاع القانونية للدولة There is a part of the parliament building where people can go and watch the discussions هناك جزء لمبنى البرلمان يستطيع الناس الذهاب ومشاهدة المناقشات أيضا هنا Elections 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 It means time when people can vote إنه الوقت الذي يستطيع فيه الناس أن يقوموا بالتصويت So, elections تعني انتخابات All people over 18 can vote in elections إن الناس فوق سنة 18 يستطيعون التصويت في الانتخابات أيضا Republic Republic It means political system without a king or a queen إنه نظام سياسي بدون ملك أو ملكة معناتها Republic جمهوري Egypt is a Republic but Saudi Arabia is not إن مصر هي جمهورية ولكن Saudi Arabia أي المملكة السعودية طبعا نظامها ملكة فهي ليست جمهوري هذه الكلمات المطلوب مننا حفظها تعالي نشوف هنا مطلوب مني في number one replace the underlined words with the suitable words from the box استبدل الكلمات التي تحتها خط بالكلمات الموجودة في السندوق مناركي ملكي Approximately تقريبا Elections انتخابات Number one I think there were more or less 50 people at the meeting إنني أعتقد أن هناك ما يزيد أو يقل عن 50 شخصا في اللقاء But I didn't count them ولكنني لم أعدهم More or less تعني approximately تقريبا People under 18 can vote in times when people can vote إن الأشخاص الذين سنهم تحت 18 عام يستطيعون التصويت في وقت ممكن للناس أن يصوتوا فيه هذا يعني elections انتخابات The country became a country that has a king or a queen when the king returned إن الدولة أصبحت دولة بملك أو ملكة عندما عاد الملك تعني country has a king or a queen مناركي Ok Here we have a question number two Complete the sentences with words from the box أكمل الجمل بالكلمات من السندوق Financial رسمي Sorry Financial مالي Official رسمي Elections انتخابات Parliament أي برلمان Sentence number one There is a part of the parliament building where people can go and watch the discussions هناك جزء من مبنى البرلمان يستطيع الناس هناك أن يأتوا ويشاهدوا المناقشات Number two This is not an official rule إن هذا ليس بقانون رسمي It's just something that nearly everyone does إنه شيء ممكن أن يقوم به أي شخص أو تقريبا كل شخص يستطيع القيام به Number three I often lose money by making the wrong financial choices إنني غالبا ما أفقد نقودي أو أفقد نقودي بصناعتي لبعض اللي هو القرارات أو الخيارات المالية الخاطئة Number four The elections show a significant fall in her popularity إن الانتخابات بيّنت ووضحت التدني في شهرتها وشعبيتها الملحوظة أو الهامة ما بين الناس أوكي طبعا بس هنا ملحوظة إحنا بنتكلم عن United Kingdom of Great Britain درسنا كله بتكلم عن United Kingdom of Great Britain اللي هي المملكة المتحدة البريطانية والتي تتكون من Northern Ireland طبعا المملكة البريطانية تتكون من Northern Ireland أي إيرلندا الشمالية England, England, Scotland, Scotland and Wales هذه أربع دول خلال أو تتكون بريطانيا من أربع دول في دولة واحدة إذن تتكون مملكة البريطانية المتحدة من Northern Ireland Ireland, England, Scotland and Wales أوكي now طبعا هي فقط بريطانيا العظمى أو التي تدعى ببريطانيا العظمى Great Britain تتكون من England, Scotland and Wales تعالي نشوف مع بعض الأسئلة الموجودة على United Kingdom اللي هو درسنا البوكس الموجود في مجموعة من المعلومات على United Kingdom سياستها وكيفية اختيار أعضاء البرلمان عدد اللي هو البابوليشن تبعها المساحة وإلى آخر مجموعة من المعلومات موجودة عندنا في الدرس الأول في صفحة 102 في كتابك المدرسي Read the text again and answer the questions مطلوب منك تقرأ الدرس وتجيبي على الأسئلة بأكد إنه هذا الدرس طبعا مش للحفظ المعلومات الفيه هو للفهم مطلوب منك فقط تتعرفي على United Kingdom من خلال الدرس تبعنا What is the full name of United Kingdom ما هو الاسم الكامل للمملكة البريطانية اسمها الكامل The United Kingdom of Great Britain United Kingdom of Great Britain أي المملكة البريطانية المتحدة What areas does the Great Britain contain geographically ما هي المناطق التي تتكون منها بريطانيا العظمى هنا أؤكد بريطانيا العظمى فقط بريطانيا العظمى وليس المملكة كلها بريطانيا العظمى contain geographically طبعا من النحية الجغرافية تتكون بريطانيا العظمى من England, Scotland, Wales England, Scotland, Wales ثلاث مناطق تتكون منها بريطانيا العظمى لكن كل United Kingdom المملكة البريطانية تتكون من أربع من المناطق اللي هي موجودة جغرافيا على الخرائط اللي هي تعتبر England, Scotland, Wales and Northern of Ireland احنا مطلوب مننا نعرف هنا في السؤال Great Britain اللي هي بريطانيا العظمى مما تتكون؟ تتكون من England, Scotland, Wales وهذا موجود عندك أيضا في الصندوق عن United Kingdom When and Why متى ولماذا؟ Elections take place in the United Kingdom متى ولماذا؟ يتم اللي هو عمل الانتخابات في اللي هي المملكة البريطانية Elections take place each five years متى؟ كل خمس سنوات يتم عمل elections انتخابات Why to choose members of parliament اللي يتم اللي هو اختيار أعضاء البرلمان اوكي take true or false مطلوب مننا نحدد هالجملة صحيحة أم خاطئة؟ طبعا مش هتقدر تحددي إلا بالرجوع للكتاب المدرسي number one Southern Ireland احنا تكلمنا عن Northern of Ireland Northern Ireland اللي هي إرلندا الشمالية منطقة Southern Ireland اللي هي إرلندا الجنوبية is an independent country called the Republic of Ireland هي دولة مستقلة independent or independent independent country called the Republic الجمهورية الإرلندية طبعا أنا هنا ما انتبهتش لازم تنتبهي أنت هنا it is an independent مش independent dependent يعني معتمدة يعني معتمدة على غيرها من الدول لا الإجابة هنا لازم نحط false تصححيها وتحطي false هي independent country دولة تعتبر مستقلة وتعتبر جمهورية الإرلندية ويسمى بالجمهورية الإرلندية لأنها مستقلة عن ما غيرها إذن الجملة false وليس true أوكي نشوف بتزبطيها عندك يا أنت تعال نشوف الجملة الثانية الجملة الثانية Scotland, Wales and Northern Ireland all have their own parliaments with no powers Scotland, Wales or Northern Ireland هذه الثلاثة مناطق all have their parliaments عندهم البرلمان تبعهم with no powers لا مش no powers with limits with limit powers or limit restriction عليها شوية قيود وشوية قوة عندها يعني ما عندها قوة كتير ولا مش موجود عندها قوة لا في عندها شوية من القوة والسلطة أعني السلطة لكنها محدودة فهنا الجملة خاطئة لقوله no powers الجملة false the head of the government is the prime minister إن رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء but the head of the state ولكن اللي هو المسؤول عن الولاية is the king or queen الجملة صحيحة حسب الكتاب المدرسي كما هنا وضحنا في السؤال find words in the united kingdom texts have the same meanings بدك تروحي تاني على التكست اللي بتكلم عن the united kingdom وتطلعي نفس المعاني للdefinitions الموجودة عندنا connected with money and business ما يتعلق بالمال والأعمال financial more or less not exactly ما يزيد أو يقل ولكنه ليس بالضبط approximately تقريبا now here write what the following pronouns refer to على ماذا تعود هذه الضمائر نبدأ هنا where تعود على البرلمنت where تعود على البرلمنت في كتابك there تعود على سكوتلند ويلز ونوردن آيلان there سكوتلند ويلز and نوردن آيلان طبعا بإمكانك تتأكدي من خلال اللي هو التكست الموجود عندك الآن عشان يستكمل اللي هو الدرس تبعنا عامل إلنا ديجرام والديجرام هذا مطلوب مننا نكمله من المعلومات عن United Kingdom ومعطينا كمان ديجرام تاني عن الجزائر نبدأ بUnited Kingdom هالإن طالب من الكابيتال سيتي في اليونيتد كينجدم الكابيتال سيتي العاصمة هي لندن لندن هي العاصمة population 64.100.000 طبعا هذا مش للحفظ المعلومات بس عشان يعرفك على المعلومات عن United Kingdom area 243.000 and 610 سكور كيلومتر يعني كيلومتر مربع the system of the government system parliamentary democracy parliamentary democracy and في عنا هنا and monarchy والتكملة موجودة عندك هنا and monarchy official language وهو english اللغة الرسمية اللغة الرسمية وهو الانجليزي voting age 18 or over من سنة 18 فما فوق هو سنة تصويت هنا parliamentary democracy and monarchy في هنا تكملة مش واضحة monarchy اي ملكي complete the following about Algeria الان سوف نستكمل الحديث عن مين عن الجيريا الجيريا هي الجزائر في عنده كمان صندوق في كتابنا المدرسي ايضا عن الجزائر وايضا المعلومات مش للحفظ بس شننتعرف على الجزائر والمعلومات عنها capital city العاصمة الجيرز 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 اللي هي الجزائر population موجود عنا 37.9 مليون area المساحة 2 مليون 3 081 sorry 381 and 741 square kilometer ايضا عن الجيريا we have system of the government democracy ديمقراطي official language arabic voting age over the age of 18 ما فوق سنة 18 طبعا هذا السن الطبيعي لعمليات التصويت في كل انحاء العالم ما فوق سنة 18 بهيك بتكون انتهت بطاقة رقم واحد thank you for listening وانتظروني في البطاقة القادمة ان شاء الله